عمر الكلاني عضو مجلس محافظة ديالة أكد أن ما كشفه أعضاء في المجلس لقناة الفلوجة وقال إن تأجيل عودة النازحين يخضع لقرار سياسي إضافة إلى انشغال القوات الأمنية بتأمين طريق الزوار الإيرانيين الداخلين إلى العراق عن طريق ديالة ما يخص عودة النازحين في مناطق السعودية والمناطق الأخرى حققتنا القوات الأمنية منشغلة في زيارة الأربعينية ودخول الزوار الإيرانيين والزخم الحاصل في القوات الأمنية يعني الجيش والشرطة وإلى آخره ما أثر سلبا على عودة النازحين في هذه الأيام نعم هو صحيح أنه اليوم أكد تعذر بالنسبة للقوات الأمنية لكن حقيقة ليس فقط أنه القوات الأمنية بل موضوع النازحين هو موضوع سياسي وكنا نأمل أنه أرجعهم في الأيام السابقة يعني كان هناك مجال كافي لعودتهم لكن الموضوع سياسي وأيضا قلة الخدمات المقدمة للمناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر